موسيقى اهلا بكم وقع الرئيس الامريكي بايدن قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية والمتعلقة بالعراق والسوريا لعام آخر وقال بايدن في بيانة تمديد حالة الطوارئ فيما يخص العراق إن هناك عقبات ما زالت تعترض عملية عارة الإعمار في العراق واستعارة السلام والأمن في هذا البلد وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية ما يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء كما تقضي حالة الطوارئ وتمديدها بحظر تصدير بعض السلع الخاصة إلى العراق ومعاقبة عددا من الشخصيات والكيانات السياسية تمديد حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية لمواجهة مهددات الأمن القومي الأمريكي والقادمة من العراق لعام آخر هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية أي نوع من التهديدات القادمة من العراق والتي جددت إدارة بايدن من أجلها حالة الطوارئ الوطنية وما العقبات التي تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وأمريكا وفق بيان تمديد حالة الطوارئ الوطنية وهل تعتقد الإدارة الأمريكية أن تمديدها حالة الطوارئ الوطنية سيردع الميليشيات عن مواصلة جرائمها وتهديداتها الداخلية والخارجية أليست الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها هم من صمموا هذا النظام السياسي المهدد وما زالوا يدعمونه ويحمونه منذ نحو عشرين عاما وما الذي حققته العقوبات الأمريكية السابقة ضد عدد من الميليشيات عبر إدراجها على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية ضيوف الطاولة فارس الخطاب الدكتور فارس الخطاب شاه القردان أغرب ما يسمع عنه أن يجرم قاض متهما وبنفس الوقت يقدم له الحماية لكن هذه الغرابة ستزول عندما تسمع عن محتل ينشئ نظاما في الدولة التي احتلها وبعد فترة يتهمه بكل النقاص وبالوقت ذاته لا يحرك ساكنا هذه حال الإدارة الأمريكية اليوم التي بدأت تتحدث عن خطورة المنظومة السياسية في العراق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتى أنها عندما مددت حالة طوارئ وبالتالي إبقاء جنودها في العراق بررت ذلك بأن العراق في ظرف أمني وسياسي يجعله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للمنطقة والولايات المتحدة أيضا من أنشأ هذا النظام وهندس هيكليته ووكله بمهمة إكمال تدمير البلاد تعرف واشنطن أنها هي من قامت بذلك منذ عشرين عاما وجر التبعات لم يقتصر ضررها على العراق فحسب وإنما باتت مقلقة إقليميا ودوليا كذلك في ظل وجود نظام مارق تحركه مجاميع الميليشيات والأحزاب التي لا تتقن فن السياسة فضلا عن خلوها من الحس الوطني واشنطن التي طالما اعترفت بتحول النظام في العراق إلى خطر ومزعج هي من عمدت إلى غزو العراق لتخليص العراقيين مما وصفته استبداد النظام السابق فأين هي الآن من إرهاب نظام الميليشيات المحلي والإقليمي المعايير الأمريكية لا تنم إلا عن ازدواجية في التعامل مع القضايا أو بالأحرى عملية نفاق لم تعد تنطل على العراقيين فالعراق الذي تحول إلى أكبر مرتع لإيران ومتنفس لها من العقوبات ما زال النظام فيه في العرف الأمريكي والدولي نظاما شرعيا وطرفا من حل المشكلة وليس المشكلة ذاتها أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في تمديد الإدارة بايدن لحالة الطوارئ الوطنية لعام آخر هذا التبديد يتعلق بالعراقي وسوريا نقاشنا سينصب على الوضع في العراق ضيف طاولة دكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي والدكتور والأستاذ شاهو القارداقي إن شاء الله باعتبار سيكون دكتور أيضا كاتب وباحث سياسي أهلا وسهلا بيضيفين الكريمين نبدأ مع دكتور فارس الخطاب دكتور الإدارة الأمريكية مددت حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالعراق وسوريا لعام آخر وهو قرار يمدد منذ العام 2004 عندما اعتمدت إدارة بوش هذا التمديد ما الذي يعنيه سياسيا وقانونيا للوضع في العراق للوضع العام في العراق نعم تحية لحضرتك أستاذ ماجد والأستاذ الفاضل أستاذ شاهو طبعا للسادة المشاهدين أهلا دكتور هذا الموضوع الحقيقي أنا لفت انتباهي فيما درج إليه من ديباجة الحقيقة غريبة وتنفي أي إنجاز أمريكي في العراق منذ عام 2003 وحتى تاريخ إصدار هذا التمديد لأنه يتكلم في الأسباب الموجبة لإعادة وضع الحالة بالتي كانت عام 2004 وإدخالها ضمن إطار الأمن القومي الأمريكي من جوانب ثلاثة رئيسية تنفي أي حالة من حالات النمو في العراق بالاتجاه الذي ربما ادعته أمريكا عند احتلال هذا البلد الأول أنه لا يوجد إعمار في العراق بشكل نهائي لا من قابليات صغيرة ولا من قابليات كبيرة والثاني أنه لا يوجد أمن ولا مستقبل يوحي بالأمن في العراق وهذا أيضا ينفي دور الجيش العراقي ودور الميليشيات ودور قوى الأمن ودور الشرطة الاتحادية وما إلى ذلك والنقطة الثالثة عدم وجود مؤسسات سياسية واقتصادية إذن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا ما الذي كانت تفعله الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الملف العراقي الذي تتحمل المسؤولية الإخلاقية والقانونية عن تحويله من بلد مستقر ذو مؤسسات وذو جيش موحد وذو حملات إعمار ربما اتسم بها العراق منذ سبعينات القرن الماضي وحتى بعد الحرب التي شنت في عام 1991 ودمرت فيها البنى التحتية وشهد العراق أعمارا كبيرا بجهود وطنية خالصة إذن ما هو الدور الأمريكي؟ ولماذا يلجأ الرئيس الأمريكي بايدن إلى إعلان حالة الطوارئ في حين أن العراق لا يملك كل هذه الأشياء التي تعتمدها أي دولة لتكون بمسميات الدولة التي يمكن الاعتماد عليها إذن الموضوع يتعلق بشيء يعني ربما يكمن ما وراء ما عني به العراق ربما الشيء يكمن في أمن إسرائيل ربما الشيء يكمن في العلاقة مع إيران وربما أيضا تكون المسألة مرتبطة بنشاط وطني داخل العراق قد يؤسس لتغيير شامل في هذا البلد بعد أن ذاق شعبه طيلت 19 عاما كل أنواع المظالم وكل أنواع الحيف وكل أنواع السرقات وبالتالي بددت ثرواته وهتكت أراضه واستبيحت أمواله وأنفسه على مرأة ومسمع من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لذلك دكتور حتى في حيثيات قرار التمديد تتحدث إدارة بايدن أن هذا النظام الموجود في العراق الحقيقة يشكل تهديدا للعراق وللأمن القومي والمصالح الأمريكية الخارجية تتحدث عن هذه النقطة أكثر لكن دعنا نسأل أستاذ شاهل قال داقي أستاذ شاهل حقيقة الإدارة الأمريكية تتحدث عن تهديدات قادمة من العراق للنظام في العراق وللمصالح والأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية أي نوع من المهددات أو التهديدات تشعر بها الإدارة الأمريكية ولذلك هي مبقية على تمديد حالة الطوارئ الوطنية سنويا تجددها لمواجهة هذه التهديدات بداية تحياتي لكم والمشاهدين الكرام دعنا حقيقة هناك أكثر نوع يعني كثير عدة أنواع من التهديدات التي تشكل خطر على المصالح الأمريكية وخاصة إذا نظرنا إلى تهديد أو مخاطر داعش في بدايتها وبعدها تم الإعلان عن الانتصار على داعش في عام 2017 إذن هذا التهديد انتهى وتلاشى هناك أمر آخر يشكل تهديد ليس فقط على الأمن القومي أو المصالح لولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق بل يشكل خطر على الدولة العراق كدولة تقويض المؤسسات كمؤسسات هذه المخاطر هي مخاطر الميليشيات والفصائل المسلحة الفصائل المسلحة في العراق الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وجميع الأطراف الدولية تدرك تماما أنها تتحرك بناء على توجيهات خارجية كلما حصل مشاكل بين الطرف الإيراني والأمريكي تتحرك هذه الميليشيات وتحول العراق إلى ساحة للصراع إذا نظرنا إلى توقيتات تصعيد الميليشيات تجاه القواعد الأمريكية أو تجاه السفارة الأمريكية أو تجاه المصالح الأمريكية نرى أنها مرتبطة بحالة التوتر الذي تعيشه المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الغربية الأخرى وبالتالي هذه الميليشيات أو هذه الفصائل أو السلاح المنفلت بقاء هذا السلاح يعني عدم الاستقرار داخل العراق يعني غياب الدولة هذا القرار الأمريكي طبعا فيه مؤشر واضح بأنه لا يمكن لأمريكا أن تعول على الدولة العراقية لحماية مصالحها أو لتأسيس أمن مستدام داخل العراق يعني الآن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد على أي نوع من الأجهزة الأمنية الكثيرة الموجودة الجيش، القوات الاتحادية، مكافة الإرهاب، المخابة أي نوع من القوات الأمنية العراقية هذه الأجهزة والقوات حظيت بدعم منقطع النظير من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ودول الإقليم وصار الآن عمرها عشرين سنة وهناك حديث عن تجربة في مكافحة الإرهاب والمخاطر حتى في هذه اللحظة لا يمكن الرهان أو التعويل عليها لحفظ على الأقل أو صناعة شيء من الأمن في العراق بعد هذه التجربة وهذا التوميل وهذا الدعم بعد كل هذه الجهود والموازنات الانفجارية الضخمة التي صرفت على سلك الدفاع لماذا دائما هناك صراع على وزارة الدفاع بسبب الفساد الكثير في هذا القطاع الحكومة الحالية أرادت مرتين أن تواجه الميليشيات لمرة قامت باعتقال بعض عناصر الميليشيات وبعدها تم إطلاق صراحهم يعني الحكومة خضعت للسلاح المنفلت الدولة خضعت لللا دولة وبالتالي من المؤسف أن الوقاعة تخبر المواطن العراقي والمتابع الدولي بأنه لا يمكن التعويل على هذه الأجهزة وبالتالي للولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا يسجل فشل بعد كل هذه الجهود وكل هذه الأموال والمساعدات الآن لا يوجد جهاز أمني قادر على حفظ الأمن والاستقرار داخل العراق وحفظ مصالح القوات الأجنبية أو حفظ مصالح الدول الأجنبية وبالتالي هذا فشل يحسب للجانب الداخلي وأيضا للجانب الخارجي ثانيا أن هذه الميليشيات للأسف خلال الفترة الماضية رأينا أنها تضغط أيضا بغطاء الدولة يعني ليست جماعات متمردة تحارب الدولة لا بل هي تستفيد من البطاقة الانتساب للدولة وهي تقول أنها تأخذ التمويل وتأخذ أرواح والأسلحة من الدولة ليس فقط من الدولة الأسلحة والدعم من حتى الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة كان هناك مشروع أمريكي لإيقاف الدعم للميليشيات بما فيهم منظمة بدر يعني هذا يعطيك دليل كامل على أن حتى السياسات الأمريكية في دعم هؤلاء بحجة محاربة الإرهاب حولت هؤلاء لأعداء مستقبلين على المصالح الأمريكية وبالتالي فشل آخر هذا الدعم جميع هذا الدعم ذهبت إلى هذا القطاع ذهبت إلى الفصائل المسلحة ساهمت بتقوية هذه الفصائل بحجة مكافحة الإرهاب عندما اتهى الإرهاب انتفى سبب بقاء هذه الفصائل إذن يجب انتهاء هذه الفصائل إلا أنهم لم ينتهوا لأن مشروعهم ليست مرتبط بمكافحة الإرهاب فقط بل مرتبط بمشروع أيديولوجي عابر للحدود دعمه معروف وهذا الخطر هو الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة أنه قادم من العراق خطر الميليشيات الآن التي تغولت كثيرا وتضخمت وتستفيد من إمكانيات مقدمة للدولة العراقية أم يتحدث عن خطر الإرهاب القادم من العراق طبعا ما هو الإرهاب؟ لا حتى نميز بين الإرهاب التقليدي المعروف قاعدة وداعش وبين إرهاب آخر مستجد تصنعه الميليشيات الولايات المتحدة لحد الآن الحقيقة لا تتعامل مع إرهاب الميليشيات بنفس المعايير بنفس التعريف مع الإرهاب التقليدي المعروف قاعدة وداعش حتى الدولة العراقية للعلم حتى الدولة العراقية عندما تقول قانون مكافحة الإرهاب هناك إزدواجية في التطبيق نعم يعني ممارسات الميليشيات هي نفس ممارسات داعش ولكن لا يسموها إرهاب لا يسموها جماعات إرهابية جماعات خارجة عن القانون وحتى لو كانت الميليشيات مستمرة بتصرفاتها مثل ما هي تفعل منذ 2003 لم يكن يعترض الأمريكان على هذه التصرفات ولكن اعتراضهم بدأ منذ أن بدأت الميليشيات باستهداف المصالح لولايات المتحدة الأمريكية وهم قد يتوقعون أنه في المستقبل في حال تدهورت إلاقاتهم مع طهران فإن هذه الميليشيات سوف تكون الوسيلة الأول لطهران أو الأداة الأول لطهران في تشكيل ضغط على الجانب الأمريكي عن طريق استهداف مصالحها داخل العراق وبالتالي هم يشعرون بأن الدولة غائبة في العراق لا يوجد مؤسسات لا يوجد سلطات فاعلة هناك سلاح خارج إطار الدولة ويحتمي بالدولة أيضا وبالتالي هذه المعطيات تعطي صورة سلبية لمستقبل العراق يعني هم يساوون العراق حاليا بسوريا نحن دائما نقول أن سوريا قد تكون وضعها أسوأ هناك جماعات كثيرة هناك مناطق خارج سيطرة الدولة ولكن في هذه النقطة تساوت العراق مع سوريا إذن هذا يعني أن هناك ضعف للدولة والشعارات التي رفعت خلال الفترة الماضية والمؤتمرات الدولية وتحويل العراق كوسيط للصلح بين الدول ولكن هذه لا تنفع الآخرين يعني الدول الأخرى تتابع ما يزجي على أرض الواقع ولا تنخدع بالشعارات والمؤتمرات التي تحاول أن تعطي انطباع آخر مخالف لما يزجي على أرض الواقع أشكرك دكتور فارس الحقيقة أيضا ورد في حيثيات البيانة التمديد أن هذا البلد ما زال مؤسسات غير مكتملة ليس هناك من تطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية ليس هناك الحقيقة استعادة للأمن والسلام في هذا البلد في بلد تحكمه الميليشيات وكأن الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت تطالب هذا النظام الذي هو ميليشيا وفي قوامه بصناعة أمن وسلام وتطوير مؤسسات سياسية واقتصادية ثم تتحدث في نفس الوقت أن هذا النظام مهدد للأمن في العراق ولأمن الولايات المتحدة ولمصالح العراق والمصالح الأمريكية يعني هذا التناقض في آن واحد هذا التنافر كيف يفسر؟ هو في دباجة التمديد الحقيقة مثل ما تفضلت موضوع المؤسسات يعني الدباجة نفت عن العراق وجود دولة فيه نفت وجود حكومة منظمة وتقوم بعمل مؤسساتي ولديها جيش قوات مسلحة تحافظ على الأمن حاليا وباستمرار دكتور قبل شهرين أو ثلاث الولايات المتحدة الأمريكية هناك مؤتمر فالحقيقة وجه الدعوة للعراق باعتباره الدولة الديمقراطية الثانية مع إسرائيل على أن دولة ديمقراطية في هذه المنطقة ليس هناك من دولة ديمقراطية سوى العراق وإسرائيل هذا المؤتمر هو الأغراض دعائية والأغراض ترويجية لمشاريع أمريكا في الشرق الأوسط صناعة النموذج الديمقراطي كيف العراق تجري فيه انتخابات بشكل منتظم ومن ثم ينتقل الذين يفوزون بهذه الانتخابات إلى مجلس النواب في تشكيل الحكومة لكن عندما يتعلق الأمر بأمن الولايات المتحدة الأمريكية وإصدار تمديد لقانون الطوارئ تتكلم أمريكا عن موجبات لأن هذه الموجبات ليست لي ولك وإنما للكونغرس الأمريكي ولمجلس الشوخ الأمريكي هي تقدم الإدارة تقدم أسباب طلبها لتمديد حالة الطوارئ وهنا الأسباب الحقيقة ذكرت بطريقة غريبة كما ذكرت أنا في بداية حديثي يعني عندما يتكلم عن عدم وجود إعمار عدم وجود مؤسسات ليست المؤسسات ناقصة هو يقول عدم وجود مؤسسات سياسية واقتصادية ومن ثم عدم وجود أي قوة مسلحة تحفظ الأمن باستمرار وتحافظ على هذا الأمن إذن نحن أمام الحقيقة مأزق كبير للولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد الذي مضى على احتلال تسعة عشر عاما المأزق الكبير أن هذا البلد الذي احتلته أمريكا يشكل نقطة ضغط ونقطة تهديد لأمنها القومي كيف يشكل العراق نقطة ضغط وتهديد لأمنها القومي لأنها هي أرض انتشرت فيها الميليشيات وانتشرت بها بشكل عشوائي بالنسبة للمجتمع العراقي اختلط فيها الحابل بالنابل المناطق ذات الربما الأغلبية السنية باتت مقارات نشطة للحجد الشعبي والوسائل الناعمة لتغيير الديمغرافي في هذه المناطق وأيضا هناك الحقيقة ما يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضبط إيقاحة في هذا البلد لعلاقتها المباشرة بإيران وإيران هنا عنصر الحقيقة ربما يشكل في أي لحظة مفاجئة لواشنطن عندما يختل ميزان المفاوضات الخاصة بالبرنامج النوري الإيراني والذي تصر أمريكا الآن على أن لا توقعه إلا إذا وافقت طهران على جميع البنود الواردة في مطالبها الوضع الحقيقي يعني حتى تصنيف الإرهاب تصنيف الإرهاب لا يتعلق بداعش ولا يتعلق بالقاعدة ولا يتعلق بالميليشيات وإنما يتعلق بأي متغير قد يحدث في هذا البلد يقلب الطاولة على المشروع الأمريكي الذي لم يرى النور حتى هذه اللحظة الذي فشل في العراق مثل هذا المعطى المتوقع حدوثه معطى هناك أنا بتقديري هناك قوى وطنية كثيرة تحاول أن تعمل بشكل سياسي بشكل سياسي لحد هذه اللحظة وليس بشكل مسلح أيضا هناك جيش عراقي أنشئ على عيون أمريكية الجيش العراقي أنشئ بشكل ربما ليس كل جيش العراقي لأن الجيش العراقي كما تعلم أنشئ بنسب للأحزاب والكتل التي كانت تشارك في مجلس الحكم وفق التقسيم الطائفية السياسية وفق التقسيم الطائفية والقومية والعرقية لذلك هم يراهنون على بعض جنرالات في الجيش العراقي أو يخشون من نمو مفترض لقوى سياسية ما زالت تحرك الشارع من الداخل لكنها لا تعلن عن نفسها وهذه القوى قد تكون إسلامية أو قد تكون ذات طابع لبرالي يفاجئ العالم أستاذ شاهل حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع أنظمة في العالم ودول عندما رأت فيها أنها تهدد لأمنها القومي تعاملت معها بقسوة حاصرتها حاربتها أسقطتها كما جرى في العراق كما يجي من حصار مع إيران مشاغبة أو مشاكسة مع فينزويلة مع سوريا إلا في العراق الآن تتحدث وتمدد حالة طوارئة وطنية على أن هناك تهديدا قادما من هذا البلد من هذا النظام السياسي ولكن ليس هناك من إجراء حقيقي وجدي وعملي للجمي أو كبحي هذا المهدد للأمن القومي والمصالح الأمريكية والتي تقصف تقريبا شهريا في العراق قصف سفارة قصف قاعدة قصف لأرتال قصف لمؤسسات تابعة الدول العراقية حليفة أمريكا لماذا هنا الولايات المتحدة الأمريكية ناعمة وصوفت ولطيفة وكيوت وهناك حروب لأنها هي التي بنت هذا النظام نحن جميع كيف يهددها هذا الطفل المدلة الذي صنعته على عينيها كيف يكون مهدد دا تماما نحن دائما نقول أن قادة الجهاد والفصائل المسلحة والنضال والمقاومة وصلوا للحكم ليس فوق الدباب الأمريكية بل خلف الدباب الأمريكي يعني ليس فقط لم يكنوا حلفاء بل جاءوا وتم تسليم الحكم إليهم وبعدها ذهبوا باتجاه الذين يقولون نحن مقاومة الآن نعم نعم يعني الآن الذي يقاوم أمريكا هو جاء بفضل أمريكا وإلا لم يكن ليرى الحكم حتى في الأحلام وهذا الأمر معروف لديهم وهناك من يصارح بهذه النقطة المشكلة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها مشكلة مع الفصائل كفصائل يعني إذا استمرت نشاط الفصائل في القمع والنهب والسرقة وإدارة المعابر وأخذ الأتاوات هنا لا يشرك بس هل خلينا أوضح تقصد بالفصائل المليشيات المليشيات نعم المليشيات إذا استمرت بهذه النشاطات رغم أنها نشاطات تساهم بتقوض الدولة العراقية المولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها مشكلة في ذلك بدليل أنها منذ 2003 هذه الميليشيات موجودة وتمارس هذه الأنشطة لماذا حصل الاشكال أو المشكلة أو النظر الأمريكية عندما مست المصالح الأمريكية وبالتالي هي ليست لديها مشكلة مع الفصائل كفصائل كميليشيات أو كأي نشاط يمارسون وهي تحدث الصراحة في قرار التمديد أن هناك تهديد للمصالح والأمن القوم الأمريكي ليس هناك مواربة أو عملية تعمية هي تتحدث أن هؤلاء يهددون مصالحنا تماما يهددون مصالحنا ولكن لماذا لا يتم التعامل معهم بقسوة لماذا لا يتم التعامل معهم دائما نحن نتسائل تشكيل تحارف دولي هذه الأطراف المسلحة على أغرار معجلات ضد الإرهاب التقليدي تماما هذا ما دام يشكلون خطر على الدولة العراقية وليس فقط على الدولة العراقية إذا نظرنا إلى نشاطات داعش طبعا داعش كانت تتجاوز الحدود أنهت الحدود بين العراق وسوريا نفس هذه النشاطات الآن الحدود العراقية السورية في المطلقة القائمة الدولة العراقية ليست لديها سيطرة على هذا بل وصلوا إلى اليمن هناك في اليمن وهناك في لبنان انطلاقا من العراق يتم إرسال المقاتلين والأسلحة إلى الجانب السوري ومن سوريا إلى لبنان تحولوا العراق مثل ما قامت داعش الحدود غير موجودة والمساحة مفتوحة لنقل المخدرات لنقل الأسلحة لنقل الميليشيات هذه الأمور تقوض الدولة العراقية الدولة العراقية غائبة في هذه المناطق وبالتالي لا يمكن كما تفضل الدكتور الحديث عن وجود دولة في هذه المناطق الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها إشكال مع هذه النشاطات إذا لم تمس مصالحها يعني نحن نرى أنها تتحدث عن خطر الميليشيات بسبب توقع أن تشكل هذه الميليشيات مخاطر مستقبلية عندما تتدهور علاقتها مع طهران أستاذ شاهو خلينا نتوقف ونكمل هذه النقطة التي الآن أنت مسترسل بها لكن بعد الفاصل نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا هنا في طاولة حوار دكتور فارس الخطاب والأستاذ شاهو القرداغي بخصوص تمديد حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية فيما يتعلق بالعراق وسوريا لعام آخر بعد الفاصل نعود بقو معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في تمديد إدارة بايدن لحالة الطوارئ الوطنية والمتعلقة بالوضع في العراق وسوريا لعام آخر ضيفة الطاولة دكتور فارس الخطاب والأستاذ شاهو القرداغي أستاذ شاهو استكمال النقطة كانت قبل الفاصل تفضل طبعا نظرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الفصائل كجزء من نشاط الميليشيات يعني الجزء المتعلق بالمخاطر التي تتشكل على المصالح الأمريكية رأينا أنها قصفت عدة مرات أربيل بحجة السفارة الأمريكية لم نرى أي رد من الولايات المتحدة الأمريكية أحد الردود كانت يعني هم قصفوا أربيل أمريكا قصفت رتل للفصائل على الحدود السورية العراقية يعني لا علاقة بين الحدثين بل دافعوا قالوا أن هذا القصف الحقيقي لم يستهدف القنصلية الأمريكية حاولوا إخراج أنفسهم تماما من المشهد حتى لا يتحملوا مسؤولية الردوة إلا دائما قصفهم لأربيل بحجة وجود السفارة يعني هنا يجب أن يتحمل الجانب الأمريكي على الأقل توفير الحماية لحلفائه طريقة أدوات الرد يعني نحن نرى حتى الحكومة العراقية عندما أعلنت أنها سوف تحارب السلاح المنفل تحارب الميليشيات قامت بإجراءات بسيطة هنا وهناك في معابر حدودية بررت أنها تساهم في تجفيف المنابع أو الموارد المادية للميليشيات وبالتالي هذا الأمر سيساهم في إضعافهم وإضعاف قواتهم المسلحة أما على الأرض الواقع لم يتم تطبيق هذه الخطة أيضا يعني ليس فقط على الجانب الأمني والأسكري لم يتم مواجهتهم حتى على الجانب الاقتصادي والمالي يعني لم يستطع الحكومة العراقية حتى تحت ضغوطات أمريكية الأمريليات المتحدة الأمريكية عدة مرات قالت أن مسؤولية حماية المؤسسات الأمريكية تقع على عاتق الحكومة العراقية وعلى الرغم من هذا الأمر الحكومة العراقية عجزت حتى عن فرض عقوبات على ذكر ساشوه الحكومة العراقية الإدارة بايدن في قرار التمديد تحدثت أن التهديد يشمل أمريكا الأمن القوم الأمريكي وأيضا المصالح الأمريكية والعراقية على حد السواف الداخلي والخارج هل تعتقد أن الحكومة في العراق تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية إحساسها أو تقييمها أن هناك خطر آت من هذه الميليشيات يهدد الدولة العراقية كما يهدد المصالح الأمريكية الحكومة تعتقد أيضا أن هذه الميليشيات تهددها أم هي حامية لها جزء من مؤسسة العسكرية المشكلة هذا الاعتقاد لا فائدة له إذا لم يتحول إلى خطوات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية خطوات من من؟ خطوات من الدولة كيف الدولة ستكافح ميليشيات هي منضوية ضمن مؤسسة عسكرية ميليشيات وتدفع رواتبها وتعتبرها مؤسسة عسكرية قانونية بقانون من البرلمان هنا المشكلة الآن كما نحن تحدثنا عن أن قانون مكافحة الإرهاب يشمل مجموعة ولا يشمل مجموعة أخرى هناك ازدواجية في التطبيق هذه الميليشيات تحتمي بفتوى هنا الإشكالية بفتوى وقانون أيضا؟ الفتوى أخطر نعم الفتوى يملحها القدسية عن المحاسبة طيب يعني أوكي قانون تم تمريره في مجلس النواب لقانون الحجد الشعبي لا هم لا يقولون نحن شكلنا بفتوى ولا يتم حلنا إلا بفتوى يعني هم يرون أن قدسيتهم يأتي خارج إطار الدولة يعني ليس فقط للدولة وهذه القوانين نعم إذن هناك عصمة وحصانة لهذه الميليشيات عن القانون لماذا دائما تتعطل القوانين عندما يتعلق الأمر بالميليشيات نعم المغيبين عشرات من الشباب غيبوا والناشطين منذ تشرين لماذا لا أحد يمس هذا الملف أيضا؟ ملفات أخرى ملفات السيطرة على المنافذ الحدودية دائما الحكومة تريد أن تحارب هذه الفساد لا تقول يعني لا تعرف الإرهاب دائما تقول السلاح المنفلد من هم السلاح المنفلد؟ من يقصد السلاح المنفلد؟ ولا تسمي أي ميليشي باسمها؟ تماما هنا الخوف والخوف الحكومي طبعا حتى لو كانت الحكومة العراقية والدولة العراقية تشاطر الرأي الأمريكي وتشعر أن هناك خطر من هذه الميليشيات على الدولة هذا يتحتم عليها أن تتخذ خطوات واضحة مدروسة لمحاربة الفساد على شكرك على ذكر الخطوات والإجراءات دكتور رفارس هل تعتقد الإدارة الأمريكية أنها بتمديدها حالة الطوارئ الوطنية سنويا والحديث عن أن هناك تهديد قادم من العراق للمصالح الأمريكية والأمن الأمريكي سيوقف وسيلجم هذه الميليشيات عن مواصلة جرائمها وتهديداتها وتنفيذها للأجندة الإيرانية خاصة فيما يتعلق بهذا التناقض أو التنافر السياسي أو الإعلام الأمريكي الإيراني ستردحها؟ أجد إذا تلاحظ دباجة مجيبات طلب تمديد الطوارئ لم يذكر ولا بالإشارة موضوع الميليشيات لم يذكر ولو بالإشارة موضوع إيران قانون الطوارئ سيتوقف متى ما أنتجت العملية السياسية القذرة في العراق حكومة قادرة على حماية القواعد والمصالح الأمريكية هذا واحد أو البديل إذا ما استطاعت الميليشيات أن تكون بديلا عن كل القوى الأمنية الضابطة للإيقاع داخل العراق وبالتالي تتكفل هي أيضا بالاتفاق والتفاهم مع الإدارة الأمريكية على ضابط هذا الموضوع دون المساس بقضايا تمس إيران لذلك الموضوع أعمق من أن نأخذه بالجانب التقديدي أمريكا تعلم بالميليشيات وتعلم مرتباطاتها ربما لديها يعني أمريكا قبلت أن تقصف سفارتها في بغداد بشكل واضح وعلني وتعرف من قصفها أمريكا تعرف من يقصف قاعدة عين الأسد والقاعدة الأخرى التي في البغداد وغيرها إذن العملية ليست عملية تمديد فقط لـ 19 سنة وإنما هي تريد أن تنتج العملية السياسية في العراق حكومة قادرة على بسط نفوذها لمصطحة أمريكا حتى تحمي مصالحها أولا ثم تحمي قواعدها وبالتالي يسهل تنفيذ البرنامج الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط واللي مركزه هو العراق هذا كان المشروع منذ بدايته والذي صرح به ربما هيكل وصرحوا به محللين استراتيجيين في العالم لكن نحن استطاع الشعب العراقي بداية أن يقهر الجيش الأمريكي وأن يجبره على الانسحاب والتنازل عن هذه العنجهية العالمية ومن ثم أدخلتنا الولايات المتحدة في أنفاق عديدة بعضها يتعلق بداعش وبعضها يتعلق بحكومات مترهلة وبعضها يتعلق بالمليشيات لا يجب أن يتصور أحدا أن المليشيات هي فقط من ولادة إيران بعض المليشيات ترتبط بالبرنامج الأمريكي بشكل وثيق وهي بذلك تكون جزء من عمليات التغيير الديمغرافي وبسط النفوذ وتغيير القاعدة الشعبية العراقية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل الرافضة للاستعمار الرافضة للتدخل بالشؤون الداخلية وهكذا أستاذ شاهو هذا النظام الآن الذي تشعر أمريكا أنه يهددها يهدد حلفائها وفعلا هو هدد حلفائها قصف في أرامكو السعودية وقصف حتى مخافر حدودية في الكويت وغيرها وطبعا مصطف مع الحوثيين هم صمموا هذا النظام دعموه رعوه حشدوا العالم جميعا خلف هذا النظام تعتقد أن هذا الدعم سيستمر هذا الدلال سيستمر مع هذا الشعور الأمريكي المتزايد بأن هذا النظام الحقيقة هو مخلب قط إذا صح التوصيف بيد إيران ويهدد يناكف يتحرش بالمصالح الأمريكية وهو في غي مستمر تتوقع الدعم سيستمر أم سيكون هناك إعادة تقييم أو إعادة نظر طبعا المظاهرات خلال ثورة تشرين كانت فرصة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأخرى التي كانت غير قابلة أو كانت ترى تنظر بريبة للنظام العراقي وكأنه تحول إلى نظام يشكل خطر على مصالح هذه الأطراف وكانت تستطيع أن تستفيد من هذا الحراك لتغيير المنظومة بالكامل ولكننا رأينا أنه حصل العكس كان هناك دعم للمنظومة السياسية دعم للأطراف السياسية المشاركة في إنهاء أو إخماد الحراك الشعبي الذي كان موجودا وكان في بدايته قويا جدا وقادرا على أن يحدث تغيير جذري داخل العراق ولكن لم يسمحوا بذلك جلبوا حكومة جديدة وانتخابات مبكرة بحجة التغيير يعني نحن رأينا كيف دعموا الانتخابات المبكرة وقالوا أنها سوف تغير تغييرا شاملا وكاملا وتغير نظام العراقي وتجزد رأي العراقين ولكن نرى أنها الآن مضت كم عدة أشهر ستة أشهر ستة أشهر على الانتخابات العراقية وإلى الآن لم تشكل الحكومة وإلى الآن من يحمل السلاح ومن يلوح بسلاح هو الذي يفرض أجندته يعني المشكلة الآن بين الخيارين الإطار والتيار كلا الطرفان لديهما سلاح خارج الإطار يعني يعتبرون يحتمون بهذا السلاح وكلا الطرفان يعني يعملان على إضعاف الدولة حتى يبقى الدولة بيدهم المجرد من السلاح ستة أشهر يسحق يسحق تماما في هذه المنظومة تماما يعني الآن لا يمكن للمواطن أن يفرح بأن الإطار قد يكون أفضل من التيار أو التيار أفضل من الخيار الآخر كلا الطرفان لديهم تجارب سيئة مع هذه التجربة المخاطر هذه طبعا ليس فقط مخاطر الميليشيات أستاذ ماجد المشكلة الميليشيات عندما تقوض الأمن سوف تؤدي هذه الحالة إلى تشكل جماعات أخرى قد تكون أكثر تطرفا تفريق أخرى الميليشيات تماما قد تشكل تهديد آخر يعني نحن لماذا في عام 2014 حصل ما حصل وخرجت هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة وأيضا كان هناك ممارسات غير إنسانية ممارسات غير قانونية طائفية هذه الممارسات تراكمت وأدت إلى هذا الأمر ضعف في إدارة المعابر وتسببت كل هذا الأمر في المآسي الذي حصلت في العراق هذه الحالة لو استمرت حالة سيطرة هذه الميليشيات على هذه المناطق بحرية كاملة قد تؤدي مستقبلا أيضا إلى وجود تكرار هذا السيناريو وهذا السيناريو البائس الذي لا يعني يريد المواطن العراقي أن يراه مجددا قد يتكرر أيضا هذا الأمر يعني هذا الاحتمال أيضا وارد إعادة التقييم طبعا ضرورية ولكن أنا أتوقع أن إلى الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ترى العراق يعني التجربة التي هي رعتها يعني إلى الآن قد تعول على أن الديمقراطية الشكلية قد تتحول إلى ديمقراطية حديثية المفارقة يا أستاذ شاهو أنه الولايات المتحدة الأمريكية برغم إمكانياتها الهائلة وبعدها عن العراق تشعر بتهديد من هذا العراق الجديد ومهدد لها المفارقة أن دول القليم الذي هددته الميليشيات وتهدده وتناصبه العداء وتريد أن تغزو يعني أراضيه لحد الآن لم يصدر منه ما يشعر أو ما يفصح عن قلق من هذا النظام الموجود النظام الطائفي الموجود في العراق على الرغم من تدخله في صراعات متدخل في اليمن ضد السعودية القصف القصف المستمر متدخل في سوريا وجود في سوريا وهو مهدد للأمن القومي أو الأمن الوطني الأردني في لبنان لكن ليس هناك الحقيقة يعني أي تصريح أو موقف يشعر أو يشعر بخطر داهم مضد أو مهدد لأمن القومي لماذا هذا الصمت؟ هناك إفراد في التفاؤل وأيضا تعويل على هذه الحكومة الحالية وخاصا من الدول المنطقة لأنه يعتبرون أن هذه الشعارات التي خرجت خلال الفترة الماضية نحن رأينا أن الحكومة الحالية حتى قامت بعدة مؤتمرات دولية تدعم بعض الأطراف الإعلامية للتسويق والترويج للعراق كدولة جديدة ولكن عندما أنت تنزل إلى الشارع وترى الفصائل المسلحة والميليشيات تدرك تماما أن هذه الشعارات والمحاولات لا يمكن أن تنجح دول المنطقة يمكن أن تتوقع أنه من الممكن من خلال هذه الحكومة أو الحكومة القادمة التي تتشكل أو من خلال دعم التيار الصدري قد يستطيع أن يلجم هذه الميليشيات وهذا أنا أتوقع أنه احتمال حتى هذا المر لشتار الصدر وميليشيات؟ تماما هذا الاحتمال أيضا لا يؤسس لدولة مؤسساتية يؤسس لدولة دينية يمكن أن يكرر نموذج ولاية الفقه بصورة أخرى لأن طموح الصدر أيضا أن يتحول إلى مرجع ديني ويحكم يعني يحكم مثل الخامنائي هذا الحلم وليس حلمه دولة مؤسساتية وأن يتم لجم الميليشيات وأن يتم تأسيس لمرحلة جديدة وبالتالي أنا أتوقع أن هناك إفراط في التفاؤل في مستقبل العراقي وهذا التصور خاطئ جدا لأنه كما كان تحويل إفراط في التفاؤل أم إفراط في دس الرأسي في الرمال لكي لا يروا الواقع الواقع للأسف هناك تجنب وتحاشي لرؤية الواقع وهذا الأمر رأيناه في فترة العبادي عندما تم الدعم العبادي وأنه يؤسس لمرحلة جديدة وقام بمحاربة الإرهاب لأينا تم تفريخ العشرات من الميليشيات في زمنه وتم السماح للميليشيات بالتغول والدخول داخل الدولة والسيطرة على مؤسسات الدولة ووضفت عليها الشرعية في البرلمان وأصبحت بقانون مؤسسة عسكرية تماما يعني هذه الأخطاء للأسف تتكرر وأنا أتوقع أنه إذا كان الجانب الأمريكي يتوقع أن هذا التمديد أو فرض عقوبات على بعض يعني إذا تذكرنا في عام 2019 وعام 2020 كان هناك عقوبات أيضا على الروس الميليشيات ماذا غيرت؟ وهذا نقطة مهمة جدا أشكرك وصدت نهاية النقطة الدكتور فارس الحقيقة الإدارة الأمريكية ودول أخرى إدارة أمريكية أدرجت العديد من زعماء الميليشيات على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية وهناك أيضا الحقيقة عقوبات على مؤسسات اقتصادية في العراق وسوريا لكن الحقيقة لم تنتج إلى أي شيء الميليشيات استمرت في غيها تعيث فسادا وقتلا في العراق مهمة على الدولة مسيطرة على الدولة لها الكلمة الفصل إذن ما الذي سيقدمه هذا القانون قانون تمديد الحالة الوطنية في العراق لمواجهة الخطر القادم من العراق خطر الميليشيات لن يفعل شيء إذن لماذا لا تسهل هذه القوانين؟ لماذا لا تدرج هذه الميليشيات؟ المدة الممنوحة للرئيس عفوا في كل المناسبات هي سنة واحدة تمديد وليس أكثر ولهذا نحن الآن نتكلم عن دولة ألا يحق له اتخاذ إجراءات رادعة قانونية سياسية عسكرية نعم هذه جزء من الإجراءات جزء من الأشياء التي منحة صلاحيتها إلى الرئيس هي فرض العقوبات بس هذا دكتور هذا إجراء عمره الآن حوالي 16 سنة من 2004 إلى اليوم هذا الإجراء مستمر ومعتمد لكنه لم يفضي إلى شيء لأنه لن يفضي إلى شيء إذن لماذا يعتمد؟ يعتمد لأنه دائما القوات الأمريكية في حالة انذار بالنسبة للوضع في العراق بسبب المتغيرات التي ذكرتها أنا وأنا أعتقد أنه الجديد في هذه السنة هي الديباجة التي هي تقول أنه لا يعمار في العراق لا مؤسسات سياسية واقتصادية نفت الحكومة هنا ولا قوة أمنية قادرة على حفظ الأمن والاستمرار في الحفظ يعني ليس فقط حفظ اليوم وبعد عشر تيام يصير خرق أمني هذا التقييم جديد تعتقد؟ جديد طيب هذه الديباجة جديدة هل سيترتب عليه شيء مختلف وجديد هذه المرة؟ يقول في الديباجة في آخرها وبشكل لافت أو بشكل غير متوقع هذا المتغير نحن نتحدى أما العقوبات فهي لا تعني شيئا لأنهم ضحكوا يعني مثلا أبو العصائب الخزعلي قال والله زين سوا العقوبات أنا ما عندي ولا في الإسخار ولا عندي كذا يتحكم إذن هي مجرد ديباجة من أجل أن تقول أن الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على يعني مجموعة من زعماء الميليشيات لكن أنا ما يهمني في هذا الموضوع لأنه تجديد العملية ليست مهمة لأنه منذ مثل ما تفضلت منذ 19 عاما تجدد لكن الديباجة خطيرة الديباجة تنفي وجود دولة عراقية ولا حكومة عراقية يعني 19 سنة أنتم عملتوا ولا مؤسسة اقتصادية ولا مؤسسة سياسية من الحكومة إلى مجلس النواب إلى المجالس الأخرى لا يوجد مؤسسة سياسية وأيضا يتكلم عن عدم وجود إعمار بشكل نهايي إذا ماذا كان يفعله؟ ما دخل الإعمار بالطوارئ يعني أنا بلدي ما عمرته شنو دخل بالطوارئ؟ أكو أشياء خطيرة في هذه الديباجة هو هذا اللي يحتاج عمق في التحليل عمق في التفسير وعمق في الرؤية هذه الثلاث نقاط نفت وجود حكومة عراقية نفت وجود نموذج أمريكي حتى هذه اللحظة لأنه يتكلم عن فشل المشروع الأمريكي في العراق حتى هذه اللحظة إحنا ما استطعنا أن نعمر البلد وعدنا قبل ما نحتلق وعدنا أنه سنعمره وقبل ما نحتلق أنه سنأسس مؤسسات ديمقراطية نموذج تشكل نموذج مشعب الشرق الأوسط وأيضا رح نحفظ الأمن بحيث العراقيون متساوون أمام القانون ومام القضاء أين هذه؟ نعم هو ينفيها وبالتالي هنا الخطورة هنا الخطورة الاعتراف الأمريكي بعدم وجود هذه العوامل التي تشكل دولة العراق يعني أن هناك شيئا سيحدث من أجل ضبط هذه تتوقع ماهو الشيء المترتب على عدم أقرار أمريكي بعدم وجود دولة على الرغم من عمر التجربة أستاذ شاهو عشرين عاما لا دولة لا بناء لا أمن لا استقرار هذا المشروع الذي صرفت الولايات المتحدة الأمريكية عليه الكثير من المال وأيضا سفكت من أجله أو سارت من أجله الكثير من الدماء أمريكيين وأيضا تسببت ملايين ضحايا في العراق الآن بعد 19 عام أنه هذا كان قصرا من رمال طبعا هذه القرارات جميعها مدروسة وهذا يعني أن المخاطر التهديدات سيترتب شيء تتوقع؟ مخاطر التهديدات سوف يستمر في العراق أما فيما يتعلق بترتب شيء على تغيير الواقع هذا الواقع الموجود أنا أتوقع أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير ويحتاج إلى كما رأينا تحالف دولي أيضا تحالف دولي يحتاج إلى قلأ هذه الميليشيات أو الأدوات أو الوسائل التي تخلق ألا استقرار يعني يتم التعامل معها بصورة قوية وقاسية وبصورة يعني تعتقد ستاشاو هذا النظام الهش والضعيف القائم على الفساد والطائفية يحتاج إلى تحالف دولي لاقتلاء على غرار ما جرى مع التنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش عقائدية وجهنمية تعتقد؟ في ظل غياب وجود أسس أو أجهزة أمنية قادرة على القيام بهذه المهمة أتوقع هذا الأمر يعني ضروري جدا على الأقل يكون هناك تعاون أو يكون هناك مساعدة دولية انقلابات ليس هناك الحقيقة من مؤسسة عسكرية أو جيش لا يوجد حتى مؤسسة واحدة يعني أكثر من عشر مؤسسات أمنية لا يوجد مؤسسة واحدة قادرة على بسط القانون أو قادرة أو يمكن التعويل عليها وبالتالي هذا يعني أن التغيير سيكون طويل وهذا يعني أيضا أن مخاطر التهديدات سواء للنظام داخل العراق أو للدولة أو لللؤية من التهدي الأمريكية سوف تستمر يعني عوامل لاستقرار سوف تستمر ونتائج الانتخابات المبكرة لن تؤدي إلى بناء دولة حقيقية داخل العراق وبالتالي هذا القرار أيضا مدروس بلا شك وأنه يتوقع يستشرف المستقبل يعني مستقبل العراق كدولة يبقى مضطربا خلال هذا العام أيضا ولا يؤدي التغييرات التي نراها أو لا يؤدي الانتخابات المبكرة حتى انتخابات أخرى إلى تغييرات جذرية ما دام لم يتم معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه المشكلة يعني الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تقويض الأمن والاستقرار لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة وبالتالي حتى لو تم إجراء مئة انتخابات لا يحدث التغيير الحقيقي داخل العراق الحقيقة أنه تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا النظام أنه مهدد لها مقوض لمصالحها لا تشعر الإدارات الأمريكية السابقة والحالية الحقيقة بحرج أمام الرأي العام في أمريكا أن هذا النظام الذي صنعته ورعته كما يقال كمن جاء بالدب إلى كرمه إلى مكان العنب مستهى العنب دائما نقول عندما قدمت العراق على طبق من ذهب للجانب الإيراني والميليشيات هذا الأمر لا يحتاج أن تنحرج أمريكا منها العالم جميعا يدرك إلى الآن العراقيين وخاصة الجيل الجديد يسمعوا عود جورج بوش وتوني بلير عندما وعدوا ببناء ديمقراطية حقيقية الآن يحملون إيران ويحملون أطراف أخرى ولكن تجربتهم فشلت داخل العراق بغض نظر السبب الذي يشكل سبب مباشر أو غير مباشر الذي يتحمل مسؤولية هذا الفشل إلا أن تحويل هذه الشعارات إلى أفعال فشلت في العراق وأنا أتوقع أنه من الصعب يعني إعادة بناء هذه الرؤية داخل العراق يعني من الصعب إعادة بنية هذه الرؤية الديمقراطية وتشكيل دولة حقيقية لأنهم فشلوا خلال 19 عاما بتعويلهم على أدوات فاسدة لبناء دولة حقيقية يتراكم ومستمر ويتزايد دكتور فارد فضل أنا الحقيقة أعتقد أنه فيه متغير كبير سيحدث يعني خلال هذا العام بناء على التطورات التي تحدث في العالم في أوكرانيا وغير أوكرانيا أعتقد أن هناك متغير الحكومة الأمريكية أعتقد الآن اقتنعت تماما أنه لا جدوى من تكرار عملية تفريخ الحكومات عبر العملية السياسية الحالية لكن دكتور لا مؤشرات على هذا العام لا مؤشرات عنصر المفاجأة دائما يجب أن يكون وسط الانتشار الكبير للميليشيات والوجود الإيراني وأنا ذكرت قبل قليل أنه أمريكا رعت جنرالات في الجيش العراقي الحالي بأعينها وليست أمريكا فقط هناك فرنسا وهناك المملكة المتحدة وأن عنصر المفاجأة ربما يحدث وستكون هناك حالة طوارئ تدعمها أمريكا هذا السيناريو لا أريد أن نتكلم عنه بكثرة لأنه ربما هو سيناريو ليس إلا لكن أمريكا وصلت إلى مفترق هذه الدباجة اللي أنا أركز عليها بالأسباب المبررة لتمديد حالة الطوارئ هناك ما وراءها هذا الاعتراب بالفشل الأمريكي في بناء دولة حديثة في العراق يعني أنها يجب أن تقوم بشيء ما وإلا يجب أن تلغي قانون الطوارئ وتسحل قواتها من العراق لتكون في مأمن من أي تطورات تحدث في هذا البلد لكنها الآن وفي المستقبل لن تترك هذا البلد لإيران هي سمحت لإيران أن تتغول في العراق بالجوانب التعليمية والثقافية حتى إذا اتفقت على البرنامج النووي لن تتفق على برنامج يعطيها الضوء الأخضر في العراق لتكون صاحبة النفوان لإيران نعم لن يكون لإيران نفوذ في العراق بموافقة أمريكية أمريكا سمحت لإيران أن تتغول في العراق في جوانب كثيرة لكنها تبقى بوجهة نظر واشنطن صاحبة النفوذ الأول لحماية مكتسباتها في العراق ولحماية أمن إسرائيل على المستوى ربما الإقليمي أشكرك شكرا جزيلا بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت وبحثت في تمديد إدارة بايدن لقانون الطوارئ الوطنية لعام آخر وهذا القرار الذي يمدد منذ عام 2004 وحتى الآن ويتعلق بالعراق وسوريا وبلدان أخرى لعام آخر ولم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي والأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي وكان معنا هنا في الستوديو إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة